أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والعمل الإنسانية دخول قافلة مساعدات إنسانية سعودية عبر معبر رفح باتجاه قطع غزة متضمنة 45 شاحنة وتحمل مساعدات طبية وإغاثية وإيوائية هذا ووجه مدير القطاع الإدارية في جمعية الهلال الأحمر الكويتي يوسف المعراد الشكر للهلال الأحمر المصري على التسهيلات التي يقدمها لإيصال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة عبر معبر رفح وأشار المسؤول بالهلال الأحمر الكويتي إلى إقلاع طائرة الإغاثية 42 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار العريش تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة وعلى متنها عشرة أطنان من المستلزمات الطبية والأغطية